أكد وكيل وزارة الخارجي الأمريكي للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة كيث كراش أن مملكة البحرين كانت وما تزال شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة للحفاظ على الاستقرار وضمان التدفق الحر للتجارة وأضاف المسؤول الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقد في مملكة البحرين أن بلادهم متزمة بأمن البحرين والشركات العميقة بين البلدين لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها المنطقة يوجد أكثر من أربعين دولة وأكثر من ستين شركة اتصالات وكبريات الشركات في هذا القطاع وهذا أمر مهم بالنسبة لي كمسؤول على العلاقات الاقتصادية الدبلوماسية الأمريكية نريد أن يكون هناك مزيد من الاستثمارات في مملكة البحرين وهذه الشركات العالمية تبحث عن بيئة استثمارية مناسبة مع التأكد من جاهزية وفعالية تقنية الجيل الخامس وهنا أشير إلى أن الدور القيادي الذي تطلع به مملكة البحرين في المنطقة يجعل الأنظار تتجه إليها لما تمتلكه من فرص ليس فقط من القطاع الخاص الأمريكي بالدول الأوروبية أيضا المهتمة بالاستثمار في الطاقة ترجمة نانسي قنقر